إذن نرحب بكم مشاهدين من شديد ومعنا الأستاذ معالي الوزير الأستاذ فضل عفوا بادر باسلمة وزير النقل عضو لجنة الإغاثة نرحب بك معالي الوزير معنا ضيفا في الحلقة أستاذ فضل بداية دعنا نتناول الموضوع الحدث الذي حدث قبل ساعات الآن تزايد قلق المجتمع الدولي تجاه الوضع الإنساني الكارتي في اليمن قتلى وقرحة معاناة عن عدم الأغذية عن عدم الجانب الصحي كل ذلك نسمعنا بالأمس عن الرياض أعلنت عن هدنة لمدة خمس أيام على لسان وزير خارجيتها الأستاذ عادل وزير الخارجية القبير نعم وطبعا بعد ذلك أدى هذا الإعلان إلى اشتباكات الآن نسمع قبل ساعات من اليوم عن مؤتمر في باريس مؤتمر أعلن عنه عن هدنة يوم الثلاثاء القادم المؤتمر كان أيضا الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هدنة أعلن عنها يوم الثلاثاء القادم يعني برأيك هل سيفوتون الميليشيات الحوتية أيضا هذه الفرصة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم فرصة سعيدة أولا ألتقي بعدن قناة عدن والفرصة الثانية برضو للقائك أخت شهيرة الله سهلا فيك وفي هذه الفرصة وفي بداية إطلالتنا على قناة عدن نحب أن نهدي تحياتنا لأبناء عدن وأبناء جنوب بأبناء اليمن كلهم ونشد فعلا على أيديهم ونشيد بحجم المقاومة وحجم الاستبسال وحجم التفاني لهذا الشعب كامل حجم كبير جدا فعلا خلدوا الأسم وستطعوا فعلا أن يثبتوا في كل المناطق وخاصة في مدينة عدن أنها كانت باسلة وأنها لم ولن تسقط نهائيا في أي ضرف نحن نقدر حجم المعاناة فعلا التي يعاني منها أبناء اليمن كلهم وبدرجة أخص المناطق المستهدفة من الميليشيات الحوثية وهي مناطق التي يعتقد أنها تأخذ رمزية معينة في هذه البلد وأعني بها مدينة عدن ولحج وضالع وأبيان وتعز وهذه المناطق التي مثلت فعلا وهي المناطق كما أشارتي تم الإشارة إليها والإعلان عنها كمناطق منكوبة في اليمن إجمالا نحيي بسالة هؤلاء كلهم ونقدر لهم جهدهم وأنهم يصنعون ويصنعون فعلا البطولة ويصنعون النصر إن شاء الله بهذه البلد بالنسبة لمستجدات فيه بالنسبة ما يخص الهدنة المعلنة عنها والهدنة المعلنة وهل سيفوتون هذه الفرصة؟ أولا يجب أن ندرك تماما إلى أن هناك معاناة شديدة فعلا في جانب اليمنية ومعاناة أبعادها مختلفة بكل مقاييسها إذا نظرنا إلى الجانب الإنساني وجدنا أنه استهداف الحوثيين بشكل واضح للمواطنين العزل لبعض المناطق ومحاولة السيطرة عليها أولا أستاذي مثل ما حدث في جريمة التواهي التي لا زال لها صدفة يعني أعداد القتل الآن في تزايد أعداد القرحة في تزايد لا زال لها هذه وكما تم الإشارة إليها في منظمة الواتش أولا هذه تعتبر جريمة حرب بشكل بكل المقاييس وأنه يجب أن تحاسب المليشيات الحوثية على هذه الجريمة التي تم ارتكابها الثاني أن هناك معاناة شديدة نقص في الأدوية نقص في المواد الغذائية نقص في المحروقات اللي حاصل أن المليشيات الحوثية عملت في قلال الفترة اللي راحت على استنزاف وعلى أخذ والبسط على كل المحروقات اللي كانت موجودة في المناطق المختلفة في المحطات ونتيجة لهذا الاستنزاف ونتيجة للسطو على المحطات النفطية وعلى حتى سيارات المواطنين من أجل استخدامها في من أجل قتل المواطنين بالضبط من أجل قتل المواطنين هذه الممارسات أدت إلى زيادة المعاناة بدرجة كبيرة لدى المواطنين وفي النهاية كانوا لابد من إيجاد حلول وليست حلول ولكن لابد من إيجاد فترات سمنية من أجل التمكن من إيصال المعونات الإنسانية إلى المواطنين إذن لو نظرنا للواقع الآن أيضا لو وقدنا أن مليشيات الحوتي تلقت ضربات موقعة شلت ربما من قدرتهم على الأرض لو وقدنا أيضا بنظرة واقعية أن الآن الموجود على الأرض هي مقررة عصابات تنشر الرعب، مستفيدة من حالة الفوضى، قناصين على رؤوس المباني، ضرب عشوائي على المباني هذا ما يحدث الاستمرار هل سيسعوني للتفاوض؟ لأن الاستمرار هكذا يقود للتهلك مع بداية عاصفة الحزب وعندما انتهت عاصفة الحزب من المرحلة الأولى نسميها عاصفة الحزب وانتقلت إلى عودة الأمل عودة الأمل بشكل جليل نعم في المرحلة الأولى تم القضاء تماما وتفتيك تفكيك منظومة علي عبدالله صالح وهي الأثاسية بدرجة رئيسية نعم إضافة إلى الميليشيات الحوثية تم تجزئتها بشكل كامل وعملت وأدركت هذه المجاميع وهي مجاميع مدربة لإدها خبرات خارجية وأعني بها بشكل واضح خبرات إيرانية نعم دخلت أنه يجب أن يغيروا تكتيكهم وجاءوا مباشرة بالتكتيك وهو حرب العصابات تلجوهم إلى حرب العصابات توغلهم في المدن السكنية توغلهم بين المواطنين نقل الأسلحة إلى المساكن إلى المناطق المأولى بالسكان لتجنب أولا لتجنب ضربات الجوية بكل المقاييس إضافة إلى زيادة الخسائر وإن أجل الضغط على أكان الجانب السلطة الشرعية أو الضغط على القوى الخارجية التي يتكلم عنه التحالف نفسه بأنه يجب أن يرضى للنوع من التفاوم بالتالي لماذا هم يصرون على فرض أجندات على مستقبل اليمن؟ أولا يجب أن نعرف بشكل واضح وجلي أن الحوثيين إضافة إلى علي عبدالله صالح الجميع يأتمر بأجندة خارجية الأجندة الخارجية أجندة إيران إيران تريد أن يكون لديها موطأ قدم في اليمن الموطأ قدم أرادت فيه أنه تضر فيها الدول الجوار وبالذات السعودية كان هذا الهدف الرئيسي من هذه العملية وأعلن المستشاري الرئيس الخميني كان علي حسني والغيرهم أن اليمن وصنعة ستكون العاصمة الرابعة على السلسة المتصر وأن اليمن فعلا طموحهم ليس اليمن وإنما يريد طموحهم أن يكون إلى مكة وإلى أبوا يعني إلى المناطق وعملية التوسع هذا المدى الثوري هذا توسع سلبي أكيد توسع سلبي ولكن هناك مشروع إيراني بدأ من سوريا والعراق وانتقل إلى لبنان وكان الهدف الأساسي بعد الثلاثة الدول أن ينتقل إلى اليمن يعني هذا هو الفكرة الأساسية صح عاصفة الحزم جاءت فعلا وقضت على هذا الحلم أوطفت الآن المطلوب حتى في عملية الهدنة الهدنة على الرغم من الجانب الإنساني الواضح لها هم لا أعتقد نهائيا الجانب الحوثي أو الإيراني أو علي عبدالر صالح سيستغلوا هذه الهدنة بأي شكل من أشكال مع أنه قوة التحالف ووزير الخارجية السعودي جبير أعلن بشكل واضح إلا أن هذه الهدنة طالما أحترمها مرهونة يعني مرهونة بشرط التوقف في عملية نهائيا التمدد أو الإضرار في حالة قيامهم بأي عملية معنى ذلك أن الرد سيكون قاسي جدا كما حصل يوم أمس عندما حاولوا التدخل في قصف المنطقة المجاورة مثلا نجران وجيزان بالصواريخ لموجودة أو بالحون يعني هذا كان الرد قاسي جدا على الحوثيين وعلى المناطق ومع الأسف نرجو أن لا يكون هناك الكثير من المواطنين يتضرروا في هذه العملية ولكن هذه الماليشيات لا تكتلت نهائيا لا تستشعر بروح المسؤولة ولا تستشعر بالحجم الخسائر التي ترتكبها ولا بالتهديم هناك لديها مشروع ومشروع إيراني وتريد أن يوصل هذا المشروع قدر الإمكان وما تحاول زي ما أشرنا إيران والبقية أنهم يحافظوا على جزء من هذه القوة الموجودة لديهم الآن في سبيل المواصلة بعد ذلك يعني هو الآن تشعر إيران تماما أنه استمرت عاصفة الحزم مع إعادة الأمن معنى ذلك أنها ستتلاشى تماما الحوثيين قوة الحوثيين ستتتلاشى إضافة على عبد الصالح ولن يكن لديها بعد ذلك موطئ قدم أو قوة في اليمن هم الآن هي محاولة للإنقاذ من جانبهم قوة تحالف مدركة لهذه العملية أن الطرف الثاني يحاول أن يقوم عمليا بإنقاذ هذا الطرف ولكن هناك ضغط فعلا على الضغط إنساني الكل يشعر فيه أنه ضرورة إيجاد إيجاد مسارات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لكل الناس صحيح السيد بدري يعني في حالة تم الموافقة أو التزم الجانب الحوثي ثم اخترق الهدنة يعني ما هي الخطوات يعني الحكاية أنه يخترق الخطوة هناك تصريح واضح من قوة التحالف أنه أي اختراك للهدنة أي تجاوز لعملية الهدنة هو التوقف عن القتال معنى ذلك أن الردس يكون قاسي جدا بالنسبة من قوة التحالف يعني هذا معنى ذلك أنه سيتم الكصف بشكل قوي جدا موجع جدا من كل الأطراف ولن تقف نهائيا عصفة الحزم ولا عودة الأمل أمام تمدد الحوثيين أو اخترقهم أو محاولتهم لضرار بالمواطنين إذن أستاذي دهني أتحدث قبل الانتقال إلى الملف الإغاثي نتحدث عن أعلن بالرياض عن تشكيل حكومة مصغرة طبعا أنتم ضمن هذه الحكومة يعني لو حدثنا عن مهامكم عن الدور الذي تلعبه هذه الحكومة خصوصا أنه لسان حالا مواطن اليمنى يقول أنه لا دور ملموس على الواقع فعلا أولا نود أن نشير أن هذه الحكومة ليست أولا هي عبارة عن جزء من الحكومة الأساسية لأن الرئيس عبد الربو مصور هادي لم يقبل استقالة الحكومة حكومة خالد بحاق رفضها بالتمام بمعنى أن الحكومة السابقة لا زالت ماشية ولكن لأننا لسنا في أرض الوطن ولا نحتاج لخمسة وثلاثين وزير تم الاتفاق أن يكون مجموعة من الوزراء أن يشكلوا نواة تستطيع أن تدير العملية الإنسانية لأن الآن المسؤولية الكاملة فعلا ملقاة في كل هذه الجوانب المالية وغيرها على الجانب الحوثي الذي هو مسيطر على العاصمة الصنعة هذه الحكومة تقوم بإدارة ملفات محددة وبدرجة رئيسية هي ملف الإغاثة يعني أحد الملفات الأساسية التي الحكومة تديرها بشكل رئيسي وأمام هذا تم تأسيس لجنة عليا وهي اللجنة العليا للغاثة نعم التي هي برئاسة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو رئاسة ومباشرة يتعتبر نائبة رئيسة اللجنة الأستاذة نادي السقاف وعضوية الوزراء الموجودين كل في تخصصاته بالضبط كل في تخصصاته كل لهم تخصص في هذه اللجنة من هذه اللجنة بشكل واضح نعم طيب الأسباب التي دعت يعني إلى بقاء الحكومة في الرياض لا هي أولا أن المناطق الموجودة في اليمن وخاصة التركيز كان ممكن أن تبدأ الحكومة على سبيل المثال في المهرة أو في حضر موت أو في أي مكان ولكن أحب التأكيد إلى أن هناك سعي تماما إلى استعادة الأمن بدرجة رئيسية في محافظة عدن نعم ومحافظة عدن تكتسب هذه الرمزية ومحاولة المستميتة الآن للحوثين وعلى عبد الرصالح في الاستيلاء على عدن بدرجة كبيرة هي ترجع إلى إحساسهم إلى أن الحكومة تريد فعلا أن تتعود إلى عدن وأن تعود إلى عدن ممارسة وهي محاولة يائسة منهم في عرقلة هذه المساعي في المنع بهذا الاتجاه لشعورهم أن عودة الحكومة وتشكل دافع رئيسي وإن شاء الله في القريب العاجل وإن شاء الله في القريب العاجل وهناك خطة تم إعدادها بشكل جري لعودة الحكومة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله بإذن الله إذا فتحنا الملف الإغاثي أستاذ أبدل وأنتم عضوا في لقنة الإغاثة ألا تعتقد أستاذي أنكم تأخرتم يعني أقول هذا الله يعني تأخرتم كثيرا في نقل المساعدات الإغاثية يعني الآن تخسعت المشكلة وأصبحت لدينا أكثر من منطقة وأكثر من مدينة منكوة الآن عندنا تعز عندنا صعدة أمامنا أبالع عدن كل هذه يعني يعني كلما نخطو إلى خطوة إلى المستقبل يعني العدد في تزايد أولا نحب أن نشير إلى أنه فعلا هناك تكسير لن ينكر أحد نهائيا أن هناك فعلا تكسير أنه حجم الجهد اللي بذل كبير لم يقم بمستوى الأزمة اللي موجودة في اليمن وحتى لو حاولنا قدر أنه كان نبذل أكثر من هذا الجهد نشعر تماما إلى أنه هناك كان يجب أن يبدل جهد أكبر وأكثر بكثير من هذا الجانب لكن لي أحب أن أشيره إلى أنه نفس الحكومة هذه خالد بحاح عندما أقسم وعاد وتم تشكيل الحكومة نحن نتكلم على حوالي ثلاث أسابيع لسه أكثر من ثلاث أسابيع وبعدها بأسبوع جرت نقاشات وإلخ من هذه وبعدها بأسبوع أو أكثر تم تشكيل لجنة عولي للغاثة يعني لجنة عولي للغاثة الآن نحن نتكلم عليها في حدود الأسبوعين هذه هي عمر اللجنة كاملة في هذا الاتجاه في خلال هذه الفترة الزمنية كان أمام اللجنة مهام كثيرة بصراحة أنها تؤديها أول مهمة من هذه المهام أنه نحن في أمس الحاجة أن نغيي ما هي الاحتياجات الموجودة كانت على الأرض وأن نبحث على تواصل منهم في الأرض وأن نحدد الاحتياجات يعني هناك خطة متكاملة هناك خطة يعني لازم أعرف ولمرأة إيه الاحتياجات الموجودة النقطة الثانية أنه لو تحدثنا عن هذه نقطة التنسيق هل لكم تواصل مع المجالس المحلية في المحافظات بالتالي عقال الحارات المنظمات يعني كيف تمت عملية التنسيق خلينا أذكر لك عملية التنسيق أولا الجانب المحلي الجانب المحلي لدينا الأستاذ عبد الرقيب سيف الأسودي هو وزير إدارة المحلية وهو عبد في لجنة الرغاثة هو مسؤوليته جانب التواصل مباشرة مع السلطات المحلية كلها وعبر السلطات المحلية موضوع التنسيق وإضافة إلى السلطات المحلية هناك جمعية أهلية موجودة على الأرض هناك اللجان الشعبية موجودة على الأرض هناك أطراف عدة موجودة يعني هل من ضمع موضوع التنسيق هل شكلت لجان داخلية لديها استراتيجية في استلامها؟ هناك لجان شكلت حتى في عالم مستوعدا هناك شكلت لجان برئاسة الوكيل المساعد البكري لمواضيع المساعدات المختلفة الموجودة وفي كل منطقة في حضرموت في هذه المناطق في تعز هناك في تنسيق عبر السلطات المحلية ورجان شكلت أولا لهذا الغرض النقطة الثانية هي موضوع تحديد الاحتياجات وين المنافذ الموجودة الآن لما نشوف الآن هناك حجم كبير الآن من مساعدات قادم نحن لا نقول موجود لكن كانت إشكاليتنا الآن مثلا كنا وأحد الزيارات بصراحة اللي عملها الفخامة نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح عندما قام بشكل سريع بزيارة لمجموعة الدول وبدأ بعمان وبعد ذلك بالبحرين وبقطر والإمارات هدف الأساسي هذا كان منها كيف نستطيع أن نحشد أكبر دعم ممكن لجوانب الإنسانية بدرجة رئيسية ليس هناك كان ملف أكثر من الاهتمام بالملف الإنساني إضافة إلى ملفات سياسية أخرى لكن ملف سياسي كان له يتصدر الملف وكانت هناك بصراحة تجاوب رائع جدا من كل الدول بدون استثناء أنهم على أتم الاستعداد لتقديم هذا بما فيها في الرحلة الأخرية كنا في الإمارات أستعد على استعداد لتقديم أكثر من 22 باخرة جاهزة لعملية اللي نقلها بشكل مباشرة إلى هناك الإشكالية اللي نحن نواجهها الآن خاصة في المدن المنكوبة بدرجة رئيسية هي في كيفية توصيل هذه المساعدات وخاصة بوجود بشكل آمن كان ميناء عدن قبل أسبوعين ربما لم يكن بهذه الخطورة الآن كان بالإمكان نستغل هذه الفرصة خصوصا أن ميناء التواهي يمتلك مستودعات لخزن المواد وخصوصا أنه أيضا وصلت بعض المساعدات البسيطة عبر ناشطي تعرفي إشكاليتنا في عدن وخاصة ميناء عدن ميناء عدن في الوسط يعني أنت لو أنت في المنصورة تستطيع أن تشوف الميناء لو أنت في خور مكسر تستطيع أن تشوف الميناء طريق البحر ميناء الميناء هو عبارة عن حرف يو تستطيع أن تشوفه من كل مكان يعني أنا لو معي دبابة في خور مكسر أستطيع أن أضرب أي سفينة تدخل ميناء لم يكن نهائيا ميناء المعلى مع الأسف آمن لدخول أي بآخر من بآخر لكن الآن العملية اللي عاملينها الآن وبدأنا فيها بشكل جريء وهو مصافي عدد على الاعتبار أن هذه المنطقة آمنة الآن بدأت هذه المنطقة هي تستقبل المعونات بدرجة رئيسية وإن شاء الله من الفترة القادمة تبدأ تستقبل الإشكالية نحن نواجهها فيه في كيفية التوزيع بشكل آمن خصوصا أن المناطق متقطعة ما بين خرمكسر والطريق مقطوع وطريق الوصول هم الآن ربما الناس يتواصلوا من منطقة أخرى عبر القوارب مثل ما حدث في قريمة التواهي قوارب لنقل النازحين بحثا عن ملاذ آمن تقصف والآن طريقة التنقل بين مدينة وأخرى هي عبر قوارب الصيد لا هي تعرف أنت مدينة عدن مدينة عدن لو طرحتي ثلاث أربعة يعني كريتر هو مدخلين لها مدخل الساحلي والعقبة يعني لو طرحتي هنا خمسة جنوات خمسة جنوات هنا عملت بالندي المنطقة كاملة ما بين خور مكسر وما بين خور مكسر إلى معلاء تتكلم عليه طريق ورحة المقاومة تزحف إلى الأمام الآن خور مكسر كريتر هذه تحت سيطرة المقاومة نعم ولازالت المقاومة تقاوم في التواهي لا لا هناك 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 خطوات إيجابية كيف هناك خطوات إيجابية لكن الحوثيين ما يسعوا إليه تماما وهو عملية التنقل من منطقة لمنطقة عملية الإعاقة عملية القنص وحاولوا قدر أن ينشروا أكبر عدد ممكن من قناصين نعم على رؤوس المباني على رؤوس المباني في أطراف جبال على رؤوس المشاريع الصناعية صحيح اللي موجودة من أجل ضربها بشكل مباشر يعني هذه الأساليب تستخدمت هي عرقلة العملية عملية التوزيع لكن إن شاء الله نتوقع بفضل المجاميع المدربة التي دخلت الآن إلى عدن أنه إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع بيتم تصفية الكثيرين وقبل أن تبدأ الهدنة إن شاء الله طيب ضمان وصول ضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستفيدة خصوصا هناك وصلت مساعدات عبر الماشطين مثلما ذكرت وكان في استقبالها أيضا الأستاذ نيف البكري وتم تغطية بعض المناطق ولكن يقال أنه يعني بعض الأسر لم تستلم حقها بعض الأسر مثلا نزحت من منطقة إلى منطقة بعض الأسر لم يعني نتيجة لعدم التنسيق الصح ربما لم تستلم حقها من المأمونات أي موضوع التوزيع يصبح موضوع شاء الداخلي يعني هذه الموضوع التوزيع فكيف نحن ممكن يعني برضو نحن باستطاعنا نحن ننصق ونشبك مع منظمات مع ناشطين مع شباب ميدان بعملية التنسيق والتوزيع عبر كشوفات والتقارير تصنان هنستطيع أن نعمل هذا العمل هي صعب أن تأتي بكشوفات الأفراد وانت في هذه المنطقة لكن كل ما ممكن إلى أن آلية التوزيع وهي اللجان المشكلة العقل الحارات المناطق يعني اللجان على الأرض يجب أن تعمل بشكل واضح من أجل وصول المواد الغذائية والمواد المساعدة إلى كل المواطنين بشكل يكون مشاكل منظم ويضمنوا استلام كل الأفراد وهذه برضو تساعدنا الآن منظمات الدولية الآن معك شبال منظمة الهجرة العالمية بدأت تدخل بدأت المنظمات الـ UNDP الـ UNIS الـ وغيرها المنظمات الصحية هذه إضافة إلى هناك معونات الآن تأتي من جهة حضرموت عبر البواخر لأنه آخر بعمل التواصل كان أنه في باخرة خرجت من المصافي عدن إلى حضرموت أخذت وقود ومباشرة عادت مواد غذائية فيها يعني هناك في عدة طرق حتى يتم حسب إن شاء الله في اليومين هذا الجانب لكن هناك مساعي لتحسين الجوانب الغذائية والجوانب المعيشية والطبية في هذا وهناك طلبنا نحن أن يكون هناك بشكل سريع في جوامع خص الجوانب الغذائية وهو أن تكون هناك السفينة حتى مباشرة سفينة طبية تكون عائمة تأتي مستشفيات ميدانية نعم أن يتم هذا كلها في استعداد لكن الخوف من الجانب الأمني من القنص إلى أخوة هذه صحيح كيف يتبع معالجة هذا الموضوع نعم إذا تحدثنا عن مدينة تعز أيضا أنه سمعنا الآن أنه مدينة تعز عملت على تشكيل مجلس عسكري ينظم شباب المقاومة بالتالي ربما هي وضعها يختلف عن عدن بالتالي من عدن صحيح أنها تعاني وهناك استهداف واضح للمباني استهداف واضح للمواطنين محاولة قدر المكان كهر الإنسان في داخل تعز وهناك استبسال كبير جدا في مدينة تعز لكن زي ما تعز ليست محاصرة يعني موجودة للحوثيين هي في مساحة صغيرة هناك مساحة كبيرة لم ينتشروا لم ينتشروا في مناطق كبيرة أخف وطأ ولكنها لا زالت من المنطق المنكوبة وخاصة مدينة تعز وحوالي وهي فعلا هي منطقة منكوبة بشكل واضح وإن شاء الله من ضمن البرنامج الموجود مع المنظمات الدولية في موضوع المساعدات أن تصل هذه المساعدات إلى كل المناطق في جانب ثاني في جانب المساعدات وهي ما يخص الجانب الكهرباء برجة رئيسية تعرفين أننا الآن نحن في فصل صيف الآن نحن مكاتبين بشكل ونتوقع إلى أن شهر خمسة بدأ يتلحم بشكل كبير في عدن الآن نحن نسعى عبر الأصدقاء كلهم من دول مختلفة إلى أن كيف نستطيع أن نوفر معالجات سريعة لأزمة الطاقة والكهرباء بدرجة رئيسية إلى خاصة من المدد الساحلية التي تعاني بدرجة أكبر إذا تحدثنا عن ما الذي تتضمنه هذه المساعدات خصوصا المساعدات الطبية كيف يتم الاستفادة منها في ظل وقود مستشفيات ربما تكون مشلولة إن صح التعبير مشلولة عن تقديم الخدمات في ظل إنعدام الكهرباء إنعدام الوقود زيما أشرت عدن فيها وقود لكن المشكلة الأساسية فيها هي موضوع توزيع الوقود ليست المشكلة في توفر الوقود يعني المصافي عدن فيها من وقود الكافي لكن كيف تستطيع أن تنقل الوقود من البريغة تستطيع أن تنقلها إلى خورمكسر وإلى كريتر إلى بقية المناطق هذه المناطق التي هي مقطعة مجزة هذه المشكلة الرئيسية إذا وجدناها في المنصورة إذا وجدناها في المنصورة على سبيل المثال والشيخ عثمان وهذه المناطق هذه المناطق متوفر فيها الوقود إلى حد ما لكن ليست في هذه المناطق المختلفة لكن مشكلة الطاقة مشكلة توفر متوفر الوقود زي ما أشرت في البداية لأن الحوثيين أساساً استخدموا موضوع الوجود وسحب الوجود من البلد إجمالاً في موضوع استخدامه للأغراض العسكرية يعني كان هناك مخزون كان يجب استخدامه للأعمال المدنية للمستشفيات والطاقة وإله هذه سحبت بالكامل إلى استخدام ولكن الآن قمنا باستماح بمجموعة من البواخر إن شاء الله قد تدخل ابتداءاً تم عطاها التراخيص وبتدخل ابتداءاً من يوم قد إن شاء الله وقال مفروض أول أمس كانت تدخل قبل يومين لكن إن شاء الله قد تدخل من يوم قد إلى الموانئ وخاصة الحديدة وحضرموت وعدن من أجل تزويد المناطق المختلفة بالوجود ولكن إن شاء الله نتعشن بس أن لا يسمح الحوثيين أو لا يدفع الحوثيين إلى استخدام هذه وسحب هذه المخصصات المخصصات الوجود لمحطات الكهرباء والمستشفيات والاستخدام المدري اللي يستخدموها الأغراض العسكرية لأنه لو حصل هذا معنى ذلك يجب على المواطنين كلهم في كل مكان أن يدافعوا فعلاً عن مشتقات النفطية وعن حقهم ما لم فستتسمر معاناة المواطنين بالعدم الموجود وتوفر الوجود الكافي نعم أيضاً سمعنا عن تفشية الأمراض أمراض التيفود في عدن حمضانك الوضع البيئي أيضاً وضع كارتي انتشار القمامة القتاة المرمية على قارعة الطريق خاصة أنه لم يسمحوا للمنظمات بالدخول لم يسحبوا لم يقوموا بانتشار القتاة المرمية على قارعة الطريق كل ذلك تسبب بانتشار الوضع البيئي أيضاً بحاجة إلى معالجة الموضوع ليس معالجة إنسانية ومواضيع غافية الوضع البيئي أيضاً كيف تستطيعون معالجة هذا الوضع؟ هي واحدة من الأهداف الهدنة المطلوبة الآن للخمسة الأيام هي معالجة الجانب البيئي وجانب تشفة حتى لا تسبب انتشار كبير للأمراض وخاصة الأمراض الأوبئة المختلفة ومحاولة التنظيف ومحاولة تقليل الآثار كاملة لانتشار الجثات توصيل المساعدات تحريك المستشفيات قدر الإمكان تشغيلها إيصال الوجود هذه كلها هي أحد الأهداف الأساسية كيف نستطيع أن نخفف من معاناة نحسن من البيئة نخفف من انتشار الأمراض هذه أحد الأهداف الأساسية فعلاً نتوقع منها أنه خلال فترة الهدنة أن نستطيع أن نوفق فيها نعم يعني الآن أيضاً لو تحدثنا مع الوزير خصوصاً نحن كنا ننتظر الآن اتصال هاتفي يعني يشرح لنا حجم المعاناة الحقيقية في مدينة عدن معنا بعض المدارس تزدحم أيضاً بالنازحين في مدينة الحسوة المساكن هي غير مهيئة للسكن لا توجد فيها يعني يعني غير مهيئة حتى للعيش يعني نحن في انتظار لشرح هذه المعاناة الحقيقية ولكن أبو ماء الآن ننتقل إلى ملف العالقين يعني لو انتقلنا مع الوزير لملف العالقين يعني بعد ضرب مطار صنعاء تم لعلان عن مطار صيون صحيح متى سيسمح؟ خلينا أعطيك قصة العالقين أولاً لازم نذكر بشكل جليء إلى أن أزمة العالقين أزمة كبيرة العالقين الموجودين على مستوى الدول المختلفة ووضعهم الإنساني سيء جداً الكثير وصل بهم في ضنك العيش حتى البعض منهم مع الأسف أقولها وصل إلى درجة أن البعض يتسول من حجم المعاناة الموجودة بشكل جريء في المناطق المختلفة نعم نحن نقدر هذا كاملة ولبذل كل ما نستطيعه كيف نستطيع أن نخفف هذا الاتجاه من معاناتهم من معاناتهم هذه الخطة اللي كانت موجودة لدينا ولا زالت نحن ماشيين فيها أولاً كانت هناك خطة أستاذي لو قطعنا الآن معنا اتصال هاتشي ألو 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 أستاذة رقية أستاذنا سألت فيه كيف حالكم الله يسلميك أسعد الله مساءكم قلوبنا معكم في عدن أستاذة رقية لو تحطينا في الصورة عن الوضع الإنساني معنا الأستاذ بدر باسلمة وزير النقل عضو لجنة الإغاثة ممكن نتحدثين على الوضع الإنساني في مدينة الشيخ عثمان أستاذ شهيرة أستاذ بدر تحرفنا شباب هذه المداخلة أحب أكلمكم أنه عدن عدن الحبيبة تعيش أسوأ وضع إنساني ممكن يخطر على بال بشر عدن تدمر على جميع الأصعدة على مشهد ومسمع من العالم الخارجي عدن تقاوم تحت ظروف قاهرة شباب وهب نفسه حبا في عدن مقابل جيش مسلح ومدرب لم تتوفر لديه أدنى تكافؤ للقوة بينهم رغم ذلك سجلوا أروع وأفضل ملامح النظال عدن الحبيبة تموت أمام أعينكم نتيجة ترد الأوضاع فيها وليس قد رواكب للموظفين في القطاع العام أو الخاص موظفين القطاع الخاص تم تسريحهم موظفين القطاع العام لم يستنموا إلى الآن أي راتب بذلك نعتبرهم وصنفناهم الآن فقراء ابتداء من المدير إلى الموظف وكل نازح نازح من أي منطقة أخرى حمل بقانب كلمة نازح نازح فقير حمل هذا اللقب كل من في عدن إذا لم يحمل لقب نازح حمل لقب فقير نعم نعم نشعر بمعاناتكم هي معاناة بالفعل تدمع له العين تدمي القلب نحن معكم قلبا وقالبا أستاذة رقية لو تضعينا في الصورة عن النازحين الموجودين في مدينة الشيخ عثمان عدد الأسر احتياجاتهم ما المطلوب الآن في ظل الإعلان عن هدنة؟ النازحين بلغ عدد النازحين الذي وصلوا لمنطقة الشيخ حاليا تقريبا ستة ألف أسرة نعم ستة ألف أسرة بقانب ألف تلاتة ألف وأربعمية وسبعة وتسعين نازح وزعين على المدارس واللكندات والسنادق الشيخ منطقة صغيرة لا تستطيع استيعاب هذه الكمية الهائلة من أهالي عدن النازحين نعم خدمات شبه معدومة وإن وجدت رديئة نعم بالنسبة للمواد الغذائية هناك شحة بالمواد الغذائية وانعدام لمادة الدقيق تماما وارتفاع حاد بالأسعار نعم المديرية التي قلنا الضررت نزحت إلى منطقة الشيخ وشكلت ضغط كبير على هذه المنطقة نعم ما هي الاحتياجات؟ لو تكلمين عن أوضاع النازحين الآن هل هناك أمراض مزمنة؟ النازحين أغلبهم الذي سكنوا الفنادق نعم أغلبهم يستقروا الفرشان يستقروا الأغضية نازح على الطعام نعم ما فيش معهم تغذية نهائيا نهائيا وإن وقدت هي عبارة عن تبرعات من تجار فقط أو عبر مبادرات شبابية وقدت من هنا وهناك يعني عايشين عصان على الكلمة على الحسنة على الصدقة نعم البيوت أغلبها يعني أصلا قد بتعاني من نقص وشحة في المواد الغذائية صارت بتقسم اللقبة مع الناس نعم الناس بدل ما يأكلوا ثلاث وقبات صاروا يأكلوا وقبة واحدة فقط إلى متى إلى متى المخزون مخزون المنازل سينتهي شباب أصلا هو منتهي وعايشين كده على البركة لمتى نعم أستاذ رقية لو حددتين يعني هل هناك أمراض منتشرة يعني هل هناك الوضع كيف الوضع البيئي هل هناك يعني نازحين أو نازحون عندهم أمراض مزمنة حددتين عن الوضع عادا أصلا على مسارف وضع كال حتى ترخيص من قبل الحكومة السعودية لتنزيلهم إلى هذه المناطق وعساسا نحن نمشي فيها لكن اللي حصل بعد ذلك أنه أصبحت الأجواء غير آمنة نهائيا وزي ما نشوف الآن نتكلم على حرب هناك في قذائف تطلق على الحدود وهناك في مناوشات حدودية وأصبحت وضوع النجران أساسا غير آمنة أضطرينا أن نغير طريق الحدودية والطريق الحدودية أصبحت مواجهات واضطرينا بعد ذلك أن نغير الخطة إذن من بدل من نجران وجهزان إذن قلنا خلينا نبدأ حتى ولو كانت هناك مخاطر وهي موضوع سيئون وصنعاء بهذا الاتجاه بدانا نعد الخطة عساسا نحن نبدأ بهذه وكانت هناك وعود أنه بيتم التمويل هذه العملية فعلا من المملكة عدينا الخطة على هذا الأساس وعساسا الطائرات بتتحرك وفعلا لو يذكروا في القاهرة قلنا على أساسا أنه ذاك اليوم حددنا الموعد وإلخ والناس بتطلع بالطائرة وهذه جاءت مباشرة في تلك الليلة وهو قصف مطار صنعاء تم قصف مطار صنعاء لمعاد استطعنا نهائيا أن نحن نوجه إلى مطار صنعاء وعلى أساسا أننا كنا كل الأطراف كنا بنوديها إلى مطار سيئون بهذه الدرجة جينا بشركة التأمين التي هي مسؤولة على التأمين الطيران اليمنية كانت لا تستطيع نهاية أن تعطي ترخيص بالتأمين أنها تسافر يمنية لأنها تعتبر منطقة حرب ومنطقة الحرب تحتاج إلى تأمين خاص وليس تأمين عام بمعنى أنه نازم ولمطار سيئون أيضا ولمطار سيئون اليمن كلها تعتبر منطقة حرب يجب الحصول على تأمين خاص لمناطق الحرب لأنه في حالة حصول أي مكروه معنى ذلك أنه ليس هناك تأمين نهائيا وليس حتى للمواطن النفسي ثم رجعنا في هذه الحالة غيرنا هذا الاتجاه واتفقنا مع أطراف مختلفة أنه طالما بهذه الطريقة تم جلوس مع الجانب العماني فعلا وافق بشكل سريع أنه والله لماذا لا بدل أن تذهبوا إلى سيئون أنه يتم اللجوء إلى مطار صلالة اللي هنا ممكن تستخدموا مطار صلالة في موضوع إدخال بري للمناطق الشرقية وبالنسبة للمناطق الغربية وهي المناطق الحديدة وصنعة وتعيز وهذه وهي أكثر كثافة كثافة بشرية من المناطق الشرقية تم الاتفاق على أساس أن ننزل العالقين إلى جبوتي ومن جبوتي مباشرة بالبواخر يتم نقلهم إلى الحديدة ومن حديدة يتم استقبالهم بباسات مجموعة يروحوا إلى صنعة والمجموعة الأخرى تروح إلى تعز رتبنا السيارات رتبنا كل شيء الآن نحن الآن عمليا الحاصل الآن ما نتكلمش إنه خطة الآن الطائرات جاهزة عمليا لنقل الركاب اللي هناك فيه اعتماد مالي لهذا الجانب تم تأكيده تم الاتفاق مع الجانب العماني على أنه ينقلوا مباشرة بدون ما يدخلوا كهجرة إلى عمان مباشرة من صلالة ويدخلوا بحيث أنه يذهبوا بشكل مباشرة إلى المكلة ومن مكلة هناك أمامهم الخيارات اللي بيروحوا إلى المناطق الجنوبية لأنه الآن تعدل المنافذ البرية بين المحافظات مغلقة أيضا هناك معضلة كانت الشكل في الكثيرين يعتقدوا حتى الآن بدأنا قلنا طالما إلى أنه البواخر الآن للحديدة إشكالية نحن واقعين فيها بواخر اللي بتنقل من جبوتي إلى حديدة الرئيسية الآن حاولنا نتواصل مع مجموعة بواخر تكلموا أننا نحتاج في حدود إلى أسبوعين إلى شغلة من هذا القبيل كنا بدل أن ننتظر عشر أيام أو شغلة من أجل أن ننتظر البواخر إنها تأتي من أجل نقل الركاب لماذا لا نبدأ من المناطق الشرقية على أساس أنه هذه المنطقة ونبدأ بهذا كل ما ندقل بحيث أن يخف العبء في خلال عشر أيام هذه عندما تأتي البواخر نبدأ مباشرة بنقل المجامع أكانوا من ممباي أو الأردن أو مصر تنقلوا إلى جبوتي ومن جبوتي بالبواخر إلى هذه البواخر البعض مع الأسف افتكر وكأننا عندما نقوم بالعملية إلى هناك وكأنها نوع من العنصرية نحن نريد المناطق الجنوبية أو نريد شغلة وليست العملية نهائيا بهذا الشكل هي الإشكالية ما بين طائرات متوفرة ومع الأسف في هذه المناطق الطائر مطار صنعها مضروب مطار الحديدة مضروب مطار تعز غير آمن نهائيا للنزول صحيح لم يعد أمامنا إلا ميناء الحديدة إلا هذه الخيارات إلا الخيار يعني ما في خيار ثاني وهنا لازم ننتظر أصول الباخرة من أجل أن توصل الناس يعني ما في خيار ثاني إننا نستطيع أن نعمله من أجل أصول الناس إلى هذه المناطق ولهذا السبب نشتي بس فقط إن شاء الله هي كم يوم لا أقل ولا أكثر من ناحية الطائرات إن شاء الله في خلال اليومين بحين طالبين الترخيص من عمان ويوم الأحد إن شاء الله بنبدأ بنقل أول مجموعة أولا المصابين في جبوتي هؤلاء بيتم بنقلهم هناك الكثير من الجرحى المصابين بحالات شديدة وافقت السلطرة عمان على استيعاب هؤلاء الجرحى لديها في المستشفيات هؤلاء سيتم بنقلهم مساء يوم الأحد إلى سلطنة عمان من أجل ترقي العلاج وبعدها مباشرة سيتم عمليا رحلة من بومباي ورحلة من القاهرة إلى مطار صلالة شوف كيف ولا لا إلى مطار صلالة من أجل حتى تتوفر لدينا البواخر التي وعدتنا أنه خلال أسبوع ثمان أيام ستوصل إلى عندنا بحيث أن ننهي من هذه المرحلة هذه الجانة ومن ثم بعد ذلك نستطيع فعلا أن نكمل موضوع البواخر وإذا وصلت لأن هناك برضو بواخر ثاني وعادتنا في خلال ثلاثة يوم أربع أيام ستكون جاهزة أول ما تصل البواخر مباشرة لتنفيذ هذه المهمة سنقوم مباشرة بإدخالها الخدمة من أجل نقل الناس من جبوتي أولا نقلهم بالطائرات من المناطق المختلفة إلى جبوتي ومن ثم نقلهم من جبوتي إلى الحديدة وبعد ذلك توزيع تم الاتفاق مع شركات البعصات تم توفير حتى مواد غدائية لهم في أثناء الفترة تم التنسيق أن تكون عندهم معونات مالية حتى ما بعد ذلك هذا كامل وضع ضمن ميزانية كاملة في كيف تنفيذها لكن الإشكالية الموجودة عندنا هناك ترخيص ويحتاج يومين نبدأ في صلالة ومن ثم كم يوم حتى تصل البواخر من أجل نستطيع أن نبدأ وننقل الناس إلى ذلك ونتمنى فعلا أن يصبروا طالما صبروا كثير صحيح إن شاء الله يصبروا كما اليوم هذه وإن شاء الله يفرج عليهم وإن شاء الله بإذن الله إذن معنا يشير المخرق لأن الصور يهزة صور لبعض النازحين الموجودين في مدارس الحسوة أنظر معالي الوزير هؤلاء بعض النازحين الذين وصلوا إلى مدينة البريقة في بعض المدارس في مدينة الحسوة التابعة المديرية البريقة أماكن غير مهيئة للعيش الأدمي مدارس في كلها صفوف صحيح هنا انتشار الأمراض انظر هذه العائلة الآن موجودة ناس تتكبد ظروف حياة صعبة جدا صعبة جدا الظروف إذن نعود ما هي الآن كلمة الأخيرة لك أستاذ نحن ندرك معاناة الناس الموجودين معاناة كبيرة جدا صعبة الظروف الكارثية فعلا التي تعيش فيها فيها الناس نحن نبدأ فعلا قصارة جهدنا إن شاء الله إن المعونة توصل وأحد الأهداف الأساسية التي رضخنا فيها حتى لموضوع الهدنة هو إدراكنا لحجم المعاناة الناس اللي يشعروا فيها نعم وضرورة تدخل السريع 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 المعاناة اللي موجودة لأن بوجود الاختلال الأمني اللي موجود يصعب على كل المنظمات الدولية حتى الآن لا طائرات لا بواخر لا إجهل أخير تريد أن تذهب إلى أي منطقة أي مينة لعلمك فيه وخاصة في عدن وحواليها بسبب الأوضاع الأمنية اللي موجودة فيها معنى ذلك أنه الهدنة إن شاء الله كانت تنفعنا بشكل جديد في إيصالها وحتى لو كانت الهدنة ليست موجودة سنضطر هذه المرة فعلا إلى الضغط على كثير من الأطراف أن تذهب مباشرة إلى التفريق في منطقة البوريغا من أجل التوزيع إلى مناطق المختلفة وإن شاء هذا الأسبوع مع منتصفه إلى المهيط نشهد تحسن واضح في موضوع بإذن الله الأعمال الإغاثية كانت غذائية أو طبية في مدينة عدن وما حواليها في المناطق كلها المناطق التي أعلن عنها أنها منكوبة إذن نهاية هذا اللقاء ختام هذا اللقاء مع اليوزير النقل الأستاذ بدر باسلمة شكرا لك على هذه الاستفادة على هذا الحديد شكرا لساعد صدرك إذن مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا مع اليوزير النقل الأستاذ بدر باسلمة ولكم تحية مني وتحية من طاقم البرنامج ولكن قبل أن أختم أختم بهذه الأبيات الشعرية للشاعر لطفي قعفر أمان حين قال يا بلادي يا نداء هادرا يعصف بي يا بلادي يا ثرى ابني وجدي وأبي يا كنوزا لا تساويها كنوز الذهبي يا بلادي كلما أبصرت شمسان الأبي شاهقا في كبرياء حرة لم تغلبي ولن تغلبي بإذن الله تعالى تحية لكم مني في أمان الله شكرا لكم